السلام عليكم ورحمة الله اخوان كديرين الحمد لله كما يعرف الجميع اليوم موضوع اخر على هذا الحجر الاسود او كما تسمى حجر عباس اباد وعباس اباد هو من اندر الاحجار ولي يخدموا عليه كما كان قولوا بعض الصحراء ويقوموا بطلاميس ومتحراميس كما يرون بان هذا الحجر هو اعز عند الصحراء والمشاويدين الموضوع ان شاء الله يريد ان نركم طريقة هو عنده ثمن ولكن بالضبط سواء الثمن ولكن بالضبط الثمن الحقيقي ما عنديش بالضبط اللي ما بريت نديلكم غير واحد الريفيو على هاد هاد الحجر وبالضبط نوريكم الطريقة المعرفة ديال ان شاء الله وكيفاش هتعرف عليه بسهولة في اي بلاسة كنتي غدي تعرفوا بحكم كيتواجد ولكن قليل اللي غدي يعرف هاد الحجر هاد ان شاء الله كنشكركم دائما كنشكركم دائما على الدعم ديالكم للقناة و الدعم ديالكم والاستشارات ديالكم نحن ان شاء الله رحنا الساعة وان شاء الله نحاول نتواصل مع الاخوان ان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله نحاول نتواصل مع جميع الاخوان ان شاء الله وكنواعدكم بذلك كما شاهدوا الاخوان هاد هو حجر عباس عباد انتوما الاخوان هنحاولوا نديروا طريقة المعرفة دياله نحاول ما امكان وهن انتواصل يصغل نتواصل الايكوان شك سي nächلف من العلوم على اذن هكذا كو سي اعرف عباس ابا الاخوان انتواصل اذا يعرف الاإرال صوت الاخوان هدين الل straff كيف تتعرف على حجر عباس أباد للمعلومة فقط لن يتم نصب عليكم وحتى منك تكون حجرة في الدكة تعرف القيمة ما من خامة ما من نوعية وإن شاء الله سوف نفاد المسائل ونوعدكم عما قريب بقى غير شيئ إذا قريب لنحاول إن شاء الله نوافقكم بالجديد إن شاء الله سوف تتعرف على جميع الأحجار أي حجرة سوف تتعرف عليها بطريقة سهلة إن شاء الله معكم أخوكم كمان من قناة الأحجار الكريمة النادرة نشكر جميع الناس هذه هي الطريقة المعرفة لهذه الحجرة بحكم التسق بالمغناطيس تهزوا و تدروا خيط أو خيط طويل تتعلقه و تجيب المغناطيس و تتقربه له مجرد تتقرب له هذا المغناطيس يلتسق به وبنسبة للأحجار السوداء كما تشوف الأخوة بحد هذا الشكل هذا هو حجر عباس أباد نريد أن نعرفكم بهذا الحجر كما تشوفه كما تتعرف عنه ما تتعرف عنه ما تتعرف عنه من أنواع ينتسب أو من خامة ينتسب لها و لهذا أجلنا لكم اليوم بهذا الموضوع عباس أباد نشكر جميع الناس من جميع بقاء العالم من أفريقيا من أسيا من أوروبا من جميع أنحاء القارات العالمية الحمد لله نشكركم بزاف نشكر الناس لقد دعمنا في القناة وقد دعمنا بالشركات وقد تنضم العائلة نشكركم بزاف من بعيد ومن قريب تحيتي لجميع أعطلا سعيدة معكم أخوكم من قاتل الحجار الكريمة والسلام عليكم